بستاهل كل هالقزة منك وكل هالخضات قدي جربت معك خبريني انت بالذات ما اشتغلت كذا شغلة ما تبهدلت واهترات كانت مسيس شوية ماريو كان مع طرف هشام كان مع طرف تاني عملنا قصة من وراها حلوة ما فينا قال له ما كل مرة نفيش خلقنا فيك نستقوي عليك نقلك شو فيك أو ما فيك تلبسي وتعمل وتمشي بطريقتنا لأنه نحنا ما منعرف كيف نلجم غارزتنا شو أصعب مرحلة مرقت فيها بي حياتك الحياتة كلها بلش بك عبالة احكى وما افعل عبالة اوعد مقوفة قرر اطلع فضل انزل اكتب ارجع امححروفة عبالة اصرف ما احسب عبالة من الواقع اهرب جو شامعون اهلا وسهلا فيك حبيبي او بتحب نقلك شامعون فيك شو ما بدك هو البراندينج شامعون طيب انت رابر خبرني اول شي من وين بلش الراب اه الراب بلش من ورا هي موهبة يعني اكتشفتها عن زغر الموهبة ام فكنت اكتب قصص هيك بالمدرسة بس انهم عم بيركزوا عشي مهم انا مركز عشي تاني مناكة ما رحت كتير بعيد بالموضوع يعني بس اكتشفتها من هنيكة ونميتها طيب دخلك بالعالم العربي مين اول مين تسوق للراب اه فيك ليك فيه فيه متل بوادر صغيرة ما رجل بقولولا بوادر ام في هيك كم حدا باكورة بيقولولا كمان ما رجل بادك بال باكورة بالنحو اوكي في هيك كم شخص بلشوا يعني بتذكر نحنا وصغار كان عالالبي سي كانوا يحطوا كلب لجماعة اسمهم عكس السير هولي كانوا من اول اشخاص بيانوا از رابرز كانوا هيك يونج بيبل وشوية ريفوليسيونير وعرفت هيدولي كانوا اول مشهد بيذكرني بالراب انا ك اي متاهدة بالتسعينات اي ميبي ليت ناينتيز ليت ناينتيز ايه طب برأيك هالفن بالعالم العربي عم يقوى او عم يضع هلأ كتير عم يقوى هلأ ايه شو السبب اه لكل وقت له عصره هلأ فيه غضب كتير بالميدلية والسوارع العربية ايه فيه غضب كتير والعالم بده فشة خلق يعني اذا بتلاحظ من من بالالفين للالفين وعشرة مثلا الفن كان يبين بغير طريقة كان فيه هيك حنان حب وقل كفوري رغب علامة كان وبعدهم كتير ابطال وبعدهم ابطال وموجودين وفيري وال استابلشت بس هلأ لاليونج جينيريشن بده نفشة خلق يعني هلأ عم تشوف نوع تاني من الفن هلأ عم تشوف سخب اكتر عم تشوف وديح الشاخ عم تشوف دو عم تشوف راب عم بيبين بكذا مطرح من العالم العرب بسوريا كتير قوي باللبنان عم يقوا بالمغرب وحش هون بالامارات كمانا صار فيه سين بسوء عم يتحسن عم بيكون بمطرح حلو طيب انت برأيك هادي موهبة الراپنج بتخلق مع الشخص انه يكتب للراپ ويوزن الكلمات والجمل او انه ممكن يتعلمها ما بعرف قده ممكن يتعلمها كل شي فيك تتعلمه يعني ازا بتخدها حسبيا يعني فيك تعتبرها مسلا فيك تحفظ الاوافع ازا هلأت صعبة انه تكون موجودة فيك بركة بدي احفظ مسلا ما بعرف التعبان قلقان فلتان خربان فيك تحفظ الاوافع يمكن وتركب عليهم بس بدا روح يعني بدا تباعة تكون موجودة من هيك افضل تكون موهبة خلقاني فيها الشخص دخلك ما شفنا حدا من المشاهير عم بيتجه للراپ او حتى لو محاولة صغيرة يعني مسلا من المشاهير اللي انت زاكرتهم وغيرهم كتير بالعالم العربي ما حدا غير خطه مسلا او جرب يعمل شي بالراپ لا بالعكس في رابرز غيروا خطه له يعني في عندك سلاوي اخرس بكسامه اللي صاروا عم بيغنوا اغاني انه شوي عم بيقربوا اكتر على على مود هود المشاهير اللي عم نحكي طب ليه عم ببعده لكن الميلودي حلوة الميلودي كتير مهمة يعني ازا كنت بس راب 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 بتصير شوي دل ايه انه منى منى بع يعني هي عم تقوى بس منى الفن للماص يعني لكل الناس بده العالم تحس حلوة الميلودي صح اه بلشت انت يمكن اول محاولاتك مع ماريو باسيل بالكوميدي نايت مش محاولات يعني كنت كارير سبع سنين يعني والله ايه عملنا كذا 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 بس ماين لي قبل كانت ايام فيسبوك ما كان في حتى انستغرام ما كان في شيء كانو ننزل لينك على شيء ويبسايت تنزل الغنية تروح فهرة بس ما ما نقدر نعمل كيف اعم تروح ودي يعني ماكسلم نعرف انه عها الويبستج جايبة الفان داونلودز مسلا مم وبعدين ابيتصير تروح واتساب ما ماlist مم ماهني كيف كان في مم كان في بعض بالسمارت فونز مم لا بلوتوز يبعثوا لبعضون بتذكر عس كيف كيف فتت على ماريو باسي ليك قصة مهدومة كنت كنت ما عندي تالنت غير يعني غير الفن ما كان عندي ما كنت شاطر بعدين اكتشفت اني شاطر بالتصوير وبالهولي بس بهالفترة هاي دي كنت بعدني مدرسة ففوت على فيسبوك هيك بصير شوف كان ماريو منزل غنية اسمها خالص خالص وكانت راب كانت قريبة على الرب راب كانت يعني راحت بعت له ميسج على فيسبوك قلت له انا رابر عمري 17 سنة تقول عندك هاي دي الاندفاع انه بدي اشتغل بدي اعمل شي بحياتي فأنا رابر عمري 19 سنة بعت له اسمس على فيسبوك يعني ما بعرف كيف قريه ماريو بالتكنولوجي يعني بالسوشال ميديا ما كان ما كان كتير يعني فيه كانوا تي فيه وما بحاجة اللي يسوقوا فبيبعت لي ميسج بقال لي ما بعرف افتح اللينكات هوني بعت له اغاني كزا غنية يعني اوكي قال لي ما بعرف افتح اللينكات هوني بعت لي اياهون اه عالتليفون او جب لي سادة جب لي سادة وقتها قال لي على كوميدي نايت نزال احضار المسرحية وجب لي سادة نزلت احضرت المسرحية جبت له سادة فيه اغاني ام اربع خمسة ايام بدي قلي بقلي شو هول كتير الكلمة حلوة كيف عم بتصيبه مدري شو فيك تعمل شي هيك و هيك و هيك انا شو بصير بتعمل انا شو خلص تغير اه ونجد وفاி wäre كانت كوميدي نايت نمبر ون ش Centre بلبنان ما في منافس كان بهالفترة هاي دي صحيح هاي دي فترة الفان وتسعة الفان و عشرة يمكن بعمل له غنية راب بين السياسيين اللبنانيين كيف الرابرز بيعملوا دس عبعدهم بيعملوا الباتل انت هيك وانت هيك لأ انت هيك وانت هيك فعملت السياسيين اللبنانيين وجه بعضهم لانه كان في توني ابو جودة وجنايد زين الدين بالمسرح توني بيقلد كان شخصيات فادي العيدية فادي كان يعني انا بس عاخر فادي فادي خلص كنت انا بلشت معهم كانت توني ابو جودة فاكنت تكتب له انت بس اكتب الاغاني ما كنت تشارك بالمسرح لا لا اكتب كنت وراء الكواليس كنت اكتب الاغاني كله طبع كوميدينات بعدين صرت اكتب اكتر سكتشيت معهم يعني طورت حلو حلو يعني توصفها للتجربة انه كانت حلوة ممتعة هاي دي هي العلمتني كل شي لانه انا كانت ما كنت اعرف ضحك العالم يعني مع الوقت مع الخبرة طبع الكوميدي يلي هي كوميدينات وماريو وصلت اقدر ضحك بفنه كمان من بعد ماريو باسيل انت كمان تعاونت مع هشام حداد بكتير هالقاد وقبلها لهم بس كمان كيف صارت النقل معك من ماريو باسيل لهشام حداد هشام اولادي كان مع ماريو باسيل كان كوميدينات ناسي اي صنع المزبوط بس هشام وقتها شارك بكوميدينات كان بوقتها مكسر الدنيا بلول هشام بلول صح وصار واجه على كوميدينات عمليت ضج كبيرة لانه كانت مسيس شوية ماريو كان مع طرف هشام كان مع طرف عملنا قصة من وراها حلوة بقيت اكتب له له هشام كنت اول شي اكتب له اغاني لشويته على الو تي في بعدين بس صار على هون وبس اكتب له اغاني بس انا صار عندي شي قدمو تحت طلعت على هون وبس يعني اخدت معي وقت لحتى كنت قويت حالي على السوشال ميديا فبس صارت عم بعمل اللي عم بعمل عالسوشال ميديا هشام قال لي اصطدفني اول شي قضيف عمل لي امباكت رهيب يعني كان كتير بتسيب وهو اكتر شو محضور بعده لهلع بلبنان يعني فطلعت معه بعدين قال لي انه ليه ما بتجي بتصير تعمل اغاني يعني انا مسلا بكل جماعتين تلاتة مرة وهيدا اللي صار انه بتقطع فقرة يعني اه غنية اه انت قدية وبعد هيدا الموضوع رحت صار بتعمل اه يعني التايم لاين التايم لاين ازا بدك بذات الوقت يعني مع هشام يعني بس بلشت بس طلعت مع الهون وبس كنت اردي عالسوشال ميديا صارت استابلشت اي مين برأيك خدمة تانية اكتر انت او هشام حدد هشام بطل هشام بطل هشام اه يعني ليك هي الحياة اخطوعتها اه حلو مضبوط اه شامعون انت بتستعمل النكتي مشان تسوي عالسوشال ميديا هلأ اه كيف بيطلعوا معك هنما كنت حسب يعني حسب شو انا عايش باخد من ماي اكسبرينسز اه وبشوف كمان بشوف العالم شو عم تعمل يعني انا قبل ما اكتب دعاية مين لي وخاصة بالامارات لانه سوق جديد علي اه فبفوت بلقت التليفان وبشوف بفوت على تيك توك مثلا بصير شوف هالناس كيف عم يعملوا دعاية يعني بتلاقيون اكتر شي اللي بيمشوا قدام الكاميرا وعم يحكواي انا اذا بتكون بسبنسور كل العالم عم تتمشى صاري في ترد من المتنقل انستجرام صاري فبصير اتطلع هيك شو عم شو المود شو الجو العام ومين لي بتمسخر عالجو العام بديعيته لحتى انو اعمل بريك ثرو انو لانو العالم بس تشوف شي بتعرفه ليه البارودي بتنجح اكتر من شي انت بتعمل له من السفر لانو اوكي العالم ذي كان هالشي اه عم يتمسخر اه عم بيقلد اه اخذ هيدا اللحن وعم يعمل سو من هون من هون بطلع مين لي بافكاري بتطلع بالافكار وحلو الطريقة اللي بتستعملها انو لما الواحد بيحضر كليب اول شي ما بيحس انو دعاية مية بالمين بعدين بتنتقل لقصة انو هي دعاية لشي فحلو المخضوع من هالشغلة كمان انت بتتعاون مع اه تعاونت فترة وبعدك يمكن مع اندري صايغ اندري صايغ ايه وعملته اندري صايغ هو بلشنا بلشنا انا ويا قصة السوشيال ميديا بلبنان ام يعني كان عنده برانك شو وهي سمارت بزنس يعني اندري دفشنا بمطاريح كتير مهمة بالبزنس تعلمت منه كتير ام طحيش الزلم بيعرف بيعرف يشتغل وهو بس على سوشيال ميديا اه لا هو كان يطلع مع مع كان كمان اعمل ارقام منيحة كتير شو لقيت فرقات بين لبنان وبين الامارات بها الدمان اه شو لقيت فرقات ما بعرف فيه فرق كبير بعدني عم بتعلم يعني بعدني عم بتعلم عالسوق هلا لانه اللي بيحكو عربي اه هنمين للبنانية وسورية ام وهيك الناس من من بلدين بس ما عندي تقل بها البلدين يعني فيه بالمغرب فيه بالاردن فيه بفلسطين اه فيه بالعراق فيه بالجزائر بس عرفت منه نكتار العالم سو بعدني بزات المطرح انا بس شوية مغير لانه بلبنان فيكتنق اكتر من هون مش عم بحكي كحرية عسيرة النق بدي اسألك سؤال لا بلبنان عبر يمكن عشرات سنين من النقد باتجاه الفساد والمحسوبيات وكتير اشياء برأيك هالنقد هيدا كله والمسرحيات اللي كانت تنعمل والحكيين بغض النظر من كوميديانز ولا من سياسيين أدى شي لتغيير وصل لشي ولا برأيك معمد بتتذكر في مرة ما بعف بتتذكر بس بأيام الثورة كانت نتمسخر كتير عم أقول قصة أكبر مني ومنك عم بتصير عملناها ترند أنه عم نتمسخر لا القصة بيدنا لا نحن بالحقيقة بالحقيقة فيه واقع أنه فيه عن جد قصة مش أكبر مننا لأنه مننا موجودة فيه اجندز فري وال بلاند نحن نحن هول النقد وهول القصص يلي بنعملها كفننين أو كناشتين بالمجتمع هولي بيدولك نقطة بدماغك إذا ما أثروا هلأ يعني لحتى نقدر نصير القصة الكبيرة اللي عم بتصير أول شي بدنا نجتمع وتاني شي بدنا نوع أول شي بدنا نوع تاني شي بدنا نجتمع فهيدا النقد على وعلى وقت يمكن بيفيد لأنه هلأ صار فيه وعي أكتر من قبل بالشعوب باليونج صار بيعرف أكتر I believe يعني ولوما كان فيه هالمسيرة من الناس يلي حكي يعني يمكن في واحد حكي بالثمانينات زيادة رحباني من قمتين بيحكي مثلا أنه ما فيك تقلي زيادة رحباني من أنه حاطت نقطة بكل شخص من فكره ودماغه وحيالله غير شخص إذا هالشي ما وصل لهالمسيرة فما في شي رح يأثر دخلك الهيب هوب أو الراب هو يعتبر نوع من الهيب هوب أنا راب ما بعرف صراحة يعني ما بعرف شي طيب طيب الراب في عليا أو فن الراب بشكل عام أنه يتهم أنه هو بعيد وهو بالفعل بعيد جدا عن الموسيقى الشرقية الموسيقى العربية هو يعتبر يعني جاي من الغرب مظبوط بلش بأمريكا بأوروبا مظبوط هيدا الشي برأيك أثر على قوة انتشار الراب بالعالم العربي لا ما نحنا بسم الله كل شي بيعملوه بأمريكا بدنا نعملوه ما عارس شو ليش بدي يؤثر بالعكس بس هو المشكلة ما أسأ يعني يعني هو قطع بصعوبات هيدا فأنا مثل كل شي جديد بيضيفوت يعني يعني الشورت أول شي كانوا يعملوا عليه مشكلة يعني عرفت أنه لابسي شورت وطالع من البيت عرفت صارت خلا بطل في شورت حتى فأنا كل شي بيضيفوت بالكولتور شوي شوي بيرشع بيقلع صح هلأ دخلك وين بتلاقي تجاوب أكتر عند الأصغر بالعمر أو عند الأكبر بالعمر هلأ لماي أوديينس عندي من الجميع كراب كراب ما بعريق يعني يعني في عندك الراپرز يلي بيضجوا يعني بيكسروا وعم يحكوا مش أنه هيك سويت مثلي يعني كيف أنا بجرب لطف ع طول الأصف أنت ما بستعمل يعني كلمات أو عبارة هيك مؤذية لا لا بتحاول تضل نظيف يعني شغلة شغلة هيدا برضي يعني يعني ماني ماني موظف قبل الدهر وبيجي بعد الدهر بس بدي أعمل فن لحتى فش خلقه وانو عرفت بعمل عندي شوي عندي هدف ورسالة وبذات الوقت ما فيني كونش كتير يعني عم جلجقه من اليوم أقوى رابرز بالعالم العربي من بعدك أنت يعني لا مش أنا عم قل لك أنا أكتر ما إني رابر أوي يعني ما فيك تحطني بهيدا المطرح عرفت في كتير رابرز أوي يعني أنت بتحب أنه تستعمل الراب كبزنس للدعاية مش استعمل الراب كبزنس للدعاية لكن أنا طلعت الراب على التيفي ما كان يطلع على التيفي طلعته مع أهم شو بلبنان كوميدي نايت ما كان يطلع بكتير هالأدوبة لهون وبس ألبسي كانوا يحطوا الأغاني طبعي العالم اللي كانت تكره الراب وتقوله أولي زعران أولي أولي شوارع صار يقوله أولي الراب مهدوم بالعكس أنا عم فيد الراب المطرح معيا بس يعني فاتح طريق لقلي ماني ماشي بالراب خلص أنه هيدا هو ما في شي بالحياة هيك من نزل يعني قد يكون في كذا جونج طبعي نرجع لعا سؤالنا مين برأيك أهم رابر بالعالم العربي من اللي أنت بتتابعون ما هالمشكلة ما كتير بتابع يعني في بلبنان أبدايات كتير في مثلا في عندك في روي شلش نزار زغاب أبدايات كتير يعني هني هلأ يعني نزار هلأ مسلا هو من الأشخاص اللي اللي عملوا السين باللبنان يعني كيف هلأ وجه جديد أنا ما كتير بحبز بس أنه هو من الأشخاص يلي عملوا شغل حلو كتير للسينة اللبنانية كرب بالعالم العربي في كتير في بكسام من الأسامة الكتير كبيرة والوحوش مثلا في كتير عالم في هون في فريق مثلا السوداني يعني في كذا نكون عم نظلم إذا ما نقول أنه من أهم أكيد كل واحد عنده سؤال دخلك ما بعرف كأنه بلاحز أنه ما في كتير وجود أول على العنصر النساء بفن الراب بلا فيه فيك كمسة بي كتير أبدا وين أنا أنا اللي بعرفهم بلبنان أوكي يعني ما عديت لي أنت الصبايا عديت خيه مش تمع ذكوري مش تمع ذكوري عطول هيك نقمع المرأة نقمع المرأة فيه فيه شو اسمه ماليكة هلأ أنا إذا عملت ماليكة شيز رابر قديمة إلا تقلق وجودها إيه بالسينة اللبنانية ما بعرف بالعالم العربي كله بس الحق على لا شو مهوري مش حق علي يعني أنا ما بعرف مالنا عم تقلق مال هيك أنا عم بسألك شو السبب يعني قصدي خيه نحنا منح بنشقل بعضنا أو منوطي بعضنا إذا ما حكينا ببعضنا كيف بدأنا عارف صح يعني المهم أنه طلع فيه يعني فيه صبايا لا أكيد فيه فيه ما بعرف كيف يلفزوله اسمه يمكن بتعمل بتعمل بتعقد وبتعمل راب كمانة من الأشخاص وبتعمل مع ناس من العالم العربي شو حلو لك دخلك أنا مرة شفت لك مقطع بيكون فيه شخص عم يحكي عاحد تلفزيونات باحد البرامج عم بيقول أنا ضد الضرب قال له قال له بعتقد شو اسمه كان مكتبة يمكن آه ماقولش بس بتضرب مرتك قال له ايه بتضربها ايه هو ضد الدرب بس انا كفانه كهولة باش ضرب ايضا ايضا ضرب الحبيب الضباب بقى بعصاية البيسبول ما بيعتبرها ضرب الخبرية طيب لك دخلك شي مرة ايجاك شي نقد من الجهات اللي كنت تنقدهم يعني بكتاباتك او بالرابس اللي بتعملون لا لا او مضايقات شخصية لا لا ما حدا ما حدا لك أنا ما بعرف مين احكي يعني اصلا الشخص يلي بيضرب مرتك وما عنده ما عنده انستجرام يلي بعده رجعي هالقدة ما رح يشوفها للغنية اوك طيب مش فارقة معي يعني كتير اوكي اوكي طيب لك بتحس انه انه الراب يعني ادي ادي له تأثير بالمجتمع اليوم العربي قاله 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 أنا مأثر علي من قبل يعني الفن بشكل عام نشيل الراب عجناب الفن بشكل عام طيب ما بتحس انه انه عم يقزي الفن العربي اللحن المقامات الكلمات هالشعر هيدا انه صار هو مثل مونوتون يعني عم تمشي على طول ب بريتم واحد الراب ايه لا ابدا فيو تنغيم اكيد مش تنغيم فيو فيو طريقة فيو فلو فيو منو منو يعني هلأ اذا انت عم تحكي عن دعاياتي اللي هي مونوتون انا بعملها هيك قصة كرميل لحتى وصل لأكتر عدد عالم يعني لحتى ما تكون عم بتفلسف كتير عليك لانه اذا هلأ انت ما بتعرف راب ابدا وجيت عم تسمع هتقول شو عم بيغير وبيعمل بس اذا اذا حدا عن جد بيحب الراب حيلا شو عم تعمل عم تنزع الراب مم ما في شي بيأسر عشي تلقعناك فاتح ديكانتان وكل واحد بيكون رزور شاك بيقوله طيب هلأ شو بدك تسمعنا شي شغلي راب اه رح سمعك اه غنية عملتها بس انا وعم بتروب بيروت مم مؤخرا يعني من اتنين تشهر تسعة تشهر اوكي عملت غنية فشات خلقه يعني النقل اللي هون صورتها بين لبنان وصوري الامارات اوكي اسمها حريرينة اوكي رح سمعك يلا رادي تفضل مأكد رادي عبقلك دوان الزعفة تقفوله يلا هلا هي بلا بيت رح تسمعها بس انو الكلام رح يكون اخطى شو عملتلك تتعمل في هيك بستاهل كلها القزة منك وكلها الخضات قدى جربت معك خبريني انت بالذات ما اشتغلت كذا شغلة ما تبهدلت واهترات منزلت كرمالك خيمت عالطرقات شو بدك يعني سير متلك مستسلم للسواد امتصيت دمي اخدت منك النبط حياة كبرت همي شو عملت غير جبتي لي مقسات قدى صار لي معك مني قادر حتى عد الوقت كم مرة جربت حتى لو قد ما اختنقت حسيت اللي بيناتنا سباشل برغم اللي صار بس كالعمر شايف الفشل وعشت بانكار عقد ما فيك علوم حمر انا الهبي لاني قبلت ضلني معك مع امالي المستحيلة قولي لي شو عملت عقد ما انت توكسك فيي فجأة فجرت وعيشتيني تروميات على الكل التكلت وينو هلأ احلى لبسيك عم شوفي كم طفاية متل مدينة اموات شو بدك يعني شو بدك مني يعني اغرق بانهيارك ابكي على دمارك اتحصر على حجارك بدل غني عن امجاديك ليلك متل انهارك بدل كذب خبر انك راجع قويك بانكارك كلنا جربنا نساعدتا نطلعك منلي ازيوك ياللي فقروك بهدلوك فجروك بس انت شكلك بتحب الناس اللي بيعزبوك شوفي شو عملوا فيك وفينا ولوين وصلوك بيروت كنا تحبك بس ما فيني لأ ما فيني كمل معك صارت عليقتنا عم تأزيني بتتذكر غنيتلك من حبك حرريني تحررت هلأ قدمس تنزفتيني وتعبتيني حلو حلو يا سلام تمك كتير حلو تانكيو حبيبي حلو هاي دي كتبتها قبل ما تجي لها هاي دي لحظة غضب يعني كان صار معي كزا خبرية بلبنان ولا بعضهم يعني فشرت انه شو بعد بدك ايه لحظة كتير شبهتها ل يعني بين حدا بتحبه كتير بس بعضه عم بيكسر فيك بس انه لا محبك ون lightweight Carne上 عم تعملي غلاص عساس الحق عليها يعني حق علي كلنا طيب لك دخلك جو انت مبسوط هلأ شو هالسؤال الوجودة انا انت مبسوط هلأ يا خايي انا بطلت مبسوط ضربتني السؤال مبسوط extraordinary شو هي السعادة بالنسبة للك؟ آآ شو هي السعادة بالنسبة للي ما بعرف صراحة. انا السعادة بلاقيها بقصص صغيرة صارت. كلمة تكبر همه. كلمة تكبر حلمك للسعادة كل ما تروح السعادة. حسيتك عم بتعمل راب هلأ. ما هلأ بتصير من بعد ما غني لك بتصير مفكر كل شي راب انا عم بحكي. ما هو لانه راب شي من الاداب. من الاداب ايوة حلوة. ايوة صار فيه كومباتتر بس. هي عم يطلع معي. لك دخلك. ادي انت بتعتبر حالك راضي عن حالك هلأ بها الفترة. ولا مرة كنت راضي عن حالي وهي مشكلتي. هلأ هون موسيقى. موسيقى هزي ايه. انا مشكلتي تيبة قلبي. مشكلتي اني صادي. لك ازا بيكون معك ماجيك عصة صحرية. وعندك امني واحدة فيك تتحققها. شو هي? اه. عشرة مليون دولار. ما بلاقي ما في شي بغيره صراحة. يعني ازا بي فكر ازا بي غير شي. معك عصة ربعة تقيل بعد اكتر كمان. بس انا انوح. انوح. القناعة. كان زون لا يفصل. صح مياه. لكن في اه في غنية بتقول الحياة حلوة بس نفهمها. صح. وفي مقولة. اه. بتقول خلقت علقت. سامع فيها? مزبوط. اه. انت مع اي واحدة من اه دول? اه مع اتنين. اتنين. مش اتنيناتهم مزبوطين. اه حسب. يعني هي بس تفهم الحياة بتفهم انه بلا طعمة. سو بتصير انه فيك تنبسيت فيها وما تقبضها جد. اه. وبزاية الوقت يعني حتى لو بدك تفهمها بغير هيك انت على الان فيها. على الان ايوان. بريك بريك بهيك. شو اصعب مرحلة حياتك. اه. الحياتة كلها. بلش بك. اصعب مرحلة هي مرحلتها الغنية بس كتبتها. هيدا الغنية. هيدا السنة في لبنان كانت مأزية جدا. عمليا وعاطفيا وكلشي يعني وامنيا. خربت الدنيا في قراسي. فهي كانت مرحلة فراق يعني على جميع الهاتف. ايه. كانت مرحلة فراق يعني على فراق للوطن. ايه 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 ازا بدك. لا هي مرحلة اه مرحلة فراق يعني خيبات امل ورا بعضهم وشكات فهيك من كان صعب هالسنة كان صعب. مم مم. مين اعز شخص عليك? اخته. اخته? ام. ويني اه? هون بدباي. بدباي. عم منيح. اي لا. حظك حلو يعني. اه. حلو. اه شو بتوجه رسالة لاخدك اليوم. يا جويس. ادخل. يا جويس يا جويس. عمل لها رابطة. اه. ارتجالة يلا. ما بليك ما ببقل لها شي ببحب يعني انا بجزالة ببهرب من. من هيدول الشغلة. اه. دخلك اه بيطلع معك ارتجالة شي مرة جربت. بيطلع بس صعبة. يعني. مم. بدي كون كتير مرتاح لحتى اقدر اطلع بارتجالة. او. وهلأ منك مريحني ابدا. ليش هي شو بتلك انا. لا بستقليك هي بدي تمرين يعني في يعني انا كتير بحترم اللي بيقدروا يرتج له. بدي سقة بالنفس. اه. وديسيبليين والتمرين وهيك. صح. لك حدا غلطت معه وتعتذر منه هيك على الهواء. انا ما بغلط. يا حرق اختار الشغلة معك انت. ما بعرف يا خي ما بدك تعتذر من حدا. ما بدك تعتذر من حدا. طيب شو اغرب شي صار معك? اغرب شي صار معي? مم. اه. عم بتذكر شي مهزب. شي مهزب. لا خلينا بلد السؤال لكن من غير السؤال. اكبر ضرب جنون عملته بحياتك? اه نقلت لهون. اوف. انه ضرب جنون حلو مش ضرب جنون. لا انا قصدي ضرب اخوات يعني انه انه شغلة ندمت عليها. اه ندمت. كون غلط ازا ما اجي وانه ما عنده شي. اه لا عادة. يعني ما في شي ندمت عليها صراحة. ام. يعني كل ضربات الجنون اللي عملت له. هلأ عنده عنده مردود بوزيتف. بدنا ناخد منك شي جوابها يعني. اه شو اهم الدرس تعلمته بحياتك? برجع طيبة قلبي. طيبة قلبي مشكلتي. لكن هو درس بس كمان ترومة. انه لو الثقة بالناس على العميانة او تكون حقيقتك مع الناس. يعني تقدر انه تكون شخص طيب اوقات كتير بتأذيك. هلأ هيدا مش مزح. انه تكون شخص مش طيب انه طيبة قلبي مثل معنا نمزح. انه تكون. ام. قادر انه تكون انت بين الناس. هيدا هيدا الناس لازم يستحقوها منك. مش لازم تعطيها فور فري. انه تكون انت الشخص البلا بلا مسكيته بلا هو يعني مش ما فيك تعملها مع كل العالم. ما فيك تعطيها هيدا منك للك كتير عالم. انت بتعتبر حالك شخص باي ديفولت. طيبة. باعتقد كل انسان طيب. بس بدك تشوف شو الحياة كبت فوقه. اه. اه. لحتى يعني ما في حدا شرير. ما في حدا بحس انه الازع ببنيته. يعني عادة كل العالم بتحسها من ازية من حدا وحاملة على حدا. وهيداك الحدا ما معه خبر بيكون ايام. ام. زو كلها من منا بتنطلق الخبرية. دخلك اه شامعون انت شو بتسمع موسيقى? بسمع روك. روك. ايه. عرق طيبة شو بتسمع. عربي بحب كنت بعد. بحب ملحم بركات كتير. ام. هو الوحيد اللي بيحكيني بالتقل الموسيقى طبعه. اه. اه. هلأ كتير بحب جزاف عطية? اه اه. واحد من مجد أسفاتي هلا. لانه كتير مزوي. يعني يعرف اه هلأ وبه الكفور إز كمان افو بس انه هول ثلاثة اشخاص اللي بالموسيقى اللبنانية بيحكونة. طيب دخلك بتحس الراب هو بده صوت حلو أو قدرة على الأداء ولا أي شخص لا يعني قدرة على الأداء شيء والصوت القدرات الصوتية بالطبقات شيء تاني أكيد الصوت الحلو الصوت الحلو للرابر لأنه بيصور فيه يعمل هوكس فيه يعمل كورس حلو يطلع ينزل وليك منه هين أنه فيك تقول أنه فيك تعمل راب بس أنه تتكون مضبوط بدي سكلز بدي نفس بدي طريقة بالصوت بديك تحسس العالم شو عم تقول بالكلمة منه أنه شيء كثير هين بس فيك يعني أنا مخلى كثير ناس يعملوا راب منه الرابرز مثل مين؟ حي الله ماريو باسير غنى راب توني ما رح قوله غلمته توني استاذ بالفن بس في كذا فنين توني أبو جودة عم تحكي ايه توني أبو جودة ما فيني أقول خليته يغني توني بيغني يعني رائع توني بس أنه في ناس مثل ماريو باسيل مش شغلته يغني شغلته يضحك العالم نشام حدد مثلا بس يعمل راب ما كان شغلته يغني منه مغني شخص كمانا بس أنه هول الأشخاص في كمانا في تاتيانا مرعي بغنيت في كتير كذا حدا خليت اندري صايخ خلنا راب مش بس كتبتلون يعني وانا بوقف بستوديو على راسهم جملة 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 إذا ما كنا عم نقدر نسيب مش هشام ماريو مثلا اندري مثلا غنى راب عملنا غنيتين تلاتة انا واندري هو منه مغني حتى هشام كيف كان بالراب؟ هشام عنده تالنت بيقدر يسيب وسريع بالقطع يعني منك بحاجة كتير تتعب مع أكتر حدا عزبك اندري اندري وماريو كمانا ماريو تعود آخر شي بس أكتر شي اندري لأنه ماريو كمان ستيله بعيد كتير يعني ببط بس أنه ما خلص بتسمع شي بتحفظه بتقول وراب مش الحال هيني حلو حلو وهلأ تسمعنا شي تاني راب كمان رح غني لك غنية هيك حكينا شوي عن النساء والذكرية يعني هولي كانوا بارت كبير من مسيرتي كمان حلو رح عمل لك غني غنية عاملة عن يمكن صغير وقتها كان حادسة تحليل التحرش بلبنان يعني مش تحليل تحرش بمعنى تحليل بس تبرير التبرير للمختصة انه شو كانت لابسة؟ وأكيد ظهرة من البيت وأكيد ماشي شواز اسكينج فورتو هالخبار سوعملت وقتها هيدا المقطع اوكي رح سمعك يا يلا فضل ما فينا قلة مكل مرن فيش خلقنا فيك نستقوي عليك نقلك شو فيك أو ما فيك تلبسي وتعمل وتمشي بطريقتنا لأنه نحنا ما منعرف كيف نلجم غريزتنا واني بنطل خأخونا شو بيقولو أنه شو متوقع يعني ظهرة ولبسة قصير شعرات الشقر الاسكربينة ومزبطة الضفير بس تظهر هيك لازم تتوقع شو بده يصير لك تفهع عليك يا مان تفهع هالتفكير هي بس ظهرت الصبح مراح فكرة لابعيد ما كانت متوقعة تلتقي بواحد مريد ما هن الناس المتلك يلي خرابوا لنا الصيد كل ما اتعرف عبنت بدي صلح عن جديد نظرة مشوها لرجال ما في عنده رجلية حرة بكل شي ومطلقة هيدا الحرية انت عنا أغلى شي بجمالك لبسك ورأسك تقل بمصار العالم نحنا وملهيين بلبسك حلو يا سلام تمك حلو كتير هيدا لحقوق المرأة كمان ولا ضد التحرش مية بالمية عراسنا عراسنا من فوق ايه والله المرأة نصف المجتمع والنصف الأحلى من المجتمع ايه ايه شامعون بعد ما جيت على دبي على الامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص انت عايش بدبي كيف كان انطباعك ايه يعني جيت عتلت دفعت انا جيت مرة سنت الماضي كانت سائح يعني كنت عم بتفرج على ما كانت شاي على دبي قبل بمرة اه وهيك ايه كتير امبرست مش شوي انا شفت انه قيف وبتعرف دبي بمحلات ذكرتنا بلبنان الحلو يعني بلبنان كيف بتذكروا بس كان لبنان الحلو يعني بتسعينات لبنان يعني بس ما كان في حراب كانت الحياة ماشية لاكتصاد ظابيط فبالنسبة لقلي دبي هي متل يعني كيف كان يقولولك فيه الامريكن دريم اه دبي هلأ كيف معمولة از دريم من بتطلع بتعيش بتنزل عالشارع بتمشي هو لأسس نحنا يعني يعني واحد ما عم بيفخر ببلده بيكون بس ظروفنا ما خلتنا نعيش بهال فبتنزل بتمشي عالطريق كله منظم يعني بكون ايام انا بنزل بتمشى بقطع الشارع بقطع على المطرح البيتون بتحس انه ليك شو كل ديتيل صغير ما عليك تفكر فيه ما عليك تطلع اربع ساعات شمال يمين على الهايوي قبل ما اقطع لانه معقول انه طيب حدا يطيرني يعني تعني احكي بسمول ديتيلز بكيف الحياة منظمة اه بتعقد عدك عن انفراستركتشر مية بالمية مواصلة صح صح بنية تحتية اتصالات تسهيلات مطارات كل شي مترويات صار بالفعل شي بيرفع على الراس ايه لا يعني هي الامارات كبلد كيف يعني بخمسين سنة بأربع وخمسين سنة واثنين وخمسين سنة كيف هالنظرة وهالالتزام بخطة عمل هاي دي يعني فيها تكن انسباير انيون مش بس عصاعد بلد يعني فيك تقول انت انه انا شخصيا هلأ يمكن ما عندي شي انا هلأ شخصيا يمكن لا عندي مساري ولا عندي موهبي يمكن لا عندي لا عندي كيف بدي حسن حالي ووصل لما ترح بتطلع ببلد كان مينلي صحرة مش مينلي كان صحرة وصار من ال باميركا بكندا بفرنسا اصحابي بيشتغلوا اولونا مدري قدي بكندا وباميركا هلأ كل حلم ان يجي يشتغلوا بدبي اول شي اقرب عالبيت تاني شي بتحس حالك بالبيت مينلي كل اصحابنا هوني صارو صح فاي وهي هيدا انتباع لكل الناس اتز شامعون اليوم لقدام شو اللور ادخل خربت لنا الفوركاست كله انت لا لا قدام عم بحضر غنية هلأ كان انه بلش سياق حديثنا عن الهيب هوب وعن الراپ كراپ بوكا باول السنة الجديدة بتوني توني فور عم بنزل عم بعمل ريليس لغنية كان اللي زمين مني عامل راپ راپ مزبوط يعني الفلو المزبوط الموسيقى لالراپ اللي بيحبوا الراپ هل عم تحضرها ولا جاهزة تقريبا جاهزة خالصا عن شو بتحكيه اه ما هيك خواتر يعني ام بل اراح قالك مقطع صديقه اللي مقطع مننا يلا نختم فيها يلا فينا نختم يلا عبالة اكتب مسجل اخد قرارو ارجع اجل اعمل غنية ومنزل ضلني محروق بس معجل عبالة احكى وما افعل عبالة اوعد مقوفة قرر اطلع فضل انزل اكتب ارجع مححروفة عبالة اصرف ما احسب عبالة من الواقع اهرب عبالة هت بس ما عم تضرب عبالة شت بس ما عم بضرب وهي دا المرة اكتفى بهي دا الفارت المقطع ايه لانه ايه اطول يعني بس انه شكرا شكرا جزيلا لقلك حبيب قلبي سعدنا بوجودك اليوم انا كمان بتمنى لك كل التوفيق thank you so much انا وفريق العمل وان شاء الله ايامك كلها حلوة وراب ومهضوم حبيب قلبي thank you man وكتير مهضوم الكونسبت اللي عم تعملو البودكاست اللي عم تعملو هيك ريحة لقعدة ولزيزة yeah thank you طحية لقلك ولكل فريق العمل اهلا وسهلا وللمشاهدين الكرام وللمشاهدين الكرام اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام كنتم معكم نشوفكم بحلقة جديدة باي باي